فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره هؤلاء هم الذين يحدثنا عنهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الأول من الصفحة السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة من كتاب غيبة النعماني نفسه بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن كامل وهذا هو كامل التمار عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الغرباء هؤلاء هم الذين سيكونون أنصارا لإمام زماننا لماذا صاروا غرباء لأنهم يعتقدون بالعقيدة التي سيدعو إليها إمام زماننا وتلك العقيدة هي هذه التي في قرآنهم وفي حديثهم فحديث الثقلين يشهد على ذلك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا العقائد والحقائق التي سيدعو إليها إمام زماننا أصولها وأساسها في الكتاب وحديث العترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا الغرباء هم هؤلاء تكون عقيدتهم مختلفة عن العقيدة الشائعة من هو الغريب؟ الغريب الذي لا يشبه الأكثر من الناس هذا هو الغريب قارنوا بين منهج قناة القمار وبين سائر القنوات الشيعية قارنوا بين منهج هذا المتحدث الذي يحدثكم الآن ومنهج سائر المتحدثين من الشيعة من المراجع أنفسهم من أبنائهم من أصارهم من وكلائهم من تلامذتهم من الحوزة النجفية الكربلائية بكل تفاصيلها وتفاريعها قارنوا بين حديث المتحدث هذا وحديث غيره حديثه حديث الغرباء وهذه القناة قناة الغرباء غريبة في طرحها غريبة في ذوقها تتبرأ علنا من آلهة الشيعة من المراجع السفلتي في حوزة النجف وكربلاء من هؤلاء الأغبياء هذه القناة هذه الفضائية غريبة وهذا المتحدث غريب لأنه يدعو إلى منهج غريب هذا المنهج يتبرأ من السقيفتين ويبايع البيعتين يتبرأ من سقيفة بني ساعدة ويتبرأ من سقيفة بني طوسي ويبايع بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني هذا المنهج له وجود في الأجواء الشيعية في أي مكان أعند الخطابيين الأنجاس ألا لعنة الله عليهم أم عند القطبيين من أتباع سيد قط وحسن البنة وأمثال هؤلاء النواصب أم عند الطوسيين من أتباع الشافعي أولئك المرجئة أولئك المقصرة أولئك الناصبة أولئك البتريون أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف الآن وسائر مراجع النجف وكربلا منهج غريب يطرح في هذه الفضائية هذا هو منهج الغربة إنه المنهج الذي يستند إلى القرآن المفسر بتفسيرهم فقط وإلى الحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط منهج غريب بتمام المعنى عن سائر المناهج البترية المتوفرة لديكم يا أيها الشيعة أنتم لستم شيعة للحجة بن الحسن أنتم شيعة الطوسي أنتم شيعة السستاني أنتم شيعة مراجع النجف وكربلا هذه الحقيقة من الآخر إمامنا الباقر يقول إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد هذا الأمر الجديد موجود في الكتاب وفي حديث العترة الطاهرة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبتا إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي وأنا عراقي أنا عراقي 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 حتى ينقطع النفس وأنا أستطيع أن أذهب إلى بلدي كي أحدث بحديث عقيدتي إنني أبقى في البلاد الغريبة في بلاد الغرب وهذا هو دين الغرباء هؤلاء هم الغرباء إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أليس غريبا أخاطب الذين يتابعون حديثي الآن في النجف في كربلاء أو في سائر البقاع الشيعية أليس غريبا أنكم تأخذون دينكم من متحدث يتحدث إليكم من عاصمة الغرب من لندن وما عندكم لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظمية من متحدث يتحدث حتى بنسبة واحد بالألف من مستوى الحديث الذي يتحدث به هذا الغريب في بلاد الغربة أليس غريبا هذا فأين حوزتك وأين دينكم وأين فطاحلك إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء وفي حديث أخر إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق الحديث السابق عن أبي بصير عن كامل عن إمامنا الباقر الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات على الباقر والصادق الإمام يقول الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء فقلت اشرح لي هذا أصلحك الله فقال مما يستأنف الداعي منا الداعي منا هو القائم صلوات الله عليه هو الحجة ابن الحسن فقال مما يستأنف يستأنف يبدأ بداية جديدة فقال مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن ماذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف هكذا نخاطب الحجة ابن الحسن فنقول أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده عملية إحياء لماذا؟ لأن مراجع الشيعة قد أماتوا الكتاب كيف أماتوا؟ حينما نقضوا بيعة الغدير ولم يفسروا الكتاب بتفسير علي وآل علي محيي معالم الدين وأهله لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلاء قد أماتوا معالم الدين وحينما أماتوا معالم الدين أماتوا المتدينين أصبحوا كائنات ميتة أصبحوا كائنات متعفنة فالميت سيكون متعفنا أصبحوا كائنات قبيحة رائحة أتحدث عن رائحة الدين فرائحة دينهم قبيحة منفرة تفوح منها رائحة سقيفة بني ساعد تفوح منها رائحة الطوسي الشافعي تفوح منها رائحة نصب الأشاعرة والمعتزلة هذه رائحة دينكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة مراجع النجف وكربلا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محي معالم الدين وأهله الإمام لا يتحدث عن الأزهر هنا ولا عن الوهابيين الدين عنوان خاص بمحمد وآل محمد الدين هو الإمام وفي زمان الغيبة الدين عقيدتنا بالإمام وعقيدتنا نأخذها من الكتاب وحديث العترة وهؤلاء الأغبياء في النجف وكربلا أماتوا هذه العقيدة حين نقضوا بيعة الغدير وقد خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وهو يحدثهم عن أن أكثرهم قد نقض بيعة الغدير وخانها مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على حوزتهم ألا لعنة على مرجعيتهم ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على عقيدتهم الناقضة لبيعة الغدير هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات وهذا هو دين الغرباء هذا هو دين الغرباء هذا هو الطرح الغريب فطوبى للغرباء نذهب إلى فاصل